حوار لكل الاختصاصات فهو طاولة ومنتدى وجلسة مجلس الوزراء وأخرى نيابية يعين ويرقي ويفعل عمل الحكومة ويؤسس للمجلس العسكري ويضع مواصفات للرئيس ويبحث في موقف لبنان أمام المحافل الدولية لكنه ليستطيع ثني وزير العدل أشرف ريفي وردعه عن السقوط من شرفة السرايا إذا ما قرر مجلس الوزراء عدم إحالة ملف ميشيل سميحة إلى المجلس العدلي والموقف الأصعب لهيئة الحوار وللدولة بكامل مؤسساتها المعطلة منها والممددة هو أن يقرر النائب خالد الظاهر التهور واللجوء إلى العسيان المدني وربما اتباع دايت الأمعاء الخاوية احتجاجا على قضية سميحة البند الرابع والستون على جدول أعمال جلسة الغد سيقرر مصير ريفي والظاهر ويويلنا من بعد أما التيار الوطني فسوف يلتحق وزراؤه بالجلسة بعدما جرت تفاهم على موضوع تعيينات المجلس العسكري كما أكد وزير التربية ليسبو صعب للجديد طاولة الحوار التأسيسية مهدت لمجلس وزراء بالممكن غدا وإن كانت الاتصالات حول التعيينات قد بدأت سابقا وصاغ بعض حبكتها وزير المال علي حسن خليل لكن الطاولة سياسيا أخرجت التنافس الرئاسي إلى منصة التصريح والاعتداد بالأرقام إذ سأل رئيس تيار المرد السليمان الفرنجي كيف سينسحب من لديه سبعون صوتا لمصلحة من يحظى بأربعين صوتا وفرنجي بهذا الرقم كشف استفافات القوى السياسية بحيث احتسب كلا من نبيه بري وجملات والمستقلين من مؤيديه إضافة إلى المستقبل الذي غمر فرنجي وأحاط به على طاولة الحوار بحيث أصبح زعيم المردة جارا للرئيس فؤاد السنيورة هي حكمة علي حمد مسؤول لبروتوكول الذي غالبا ما يقرأ في طالع الرئيس نبيه بري ورغباته الدفينة في ترتيب الأوراق والكراسي والجالسين عليها والطاولة المعدة لنقاش بتاع كله غاب عنها النائب وليد جملاط لنهماكه مع العصافير المغردة وهو شبه طاولة الحوار بهيئة تشخيص مصلحة النظام في إيران قائلا تبقى كلمة السر الديمقراطية طبعا من المرشد ولعيونك اختتم الحوار إلى السابع عشر من شباط وأنهى جملاط جلسته الافتراضية بصيوف ومسدسات وموسيقى أدبك يا شباب